بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموعوث رحمة المهدا لما بنيجي نبص على الجليس اللي احنا بنقعد معاه فوقات فيه جلساء بنحس ان هم قاعدين فينا مش احنا اللي قاعدين معاه بس ده ما بيكونش حقيقي بتبقى نفسنا الامارة بالسوق هي اللي بحسسانا ان احنا قاعدين انه ما قاعدين فينا مرة قابلت حد طيب قال لي انه بيمر بمصيبة كبيرة جدا انه فقد عمله وفقد اكتر حاجة كان بتسنده في بيته بسبب ان مديره قال له كلمة وحشة فللأسف انفعل عليه بشدة فبيقوله انا حسيت كاني في لحظة من اللحظات مش شايف حاجة كاني جي على عيني حجاب كده وجنزلت على عيني سطرة صوتة فما بيتش شايف الناس ولا الكلام ولا اي حاجة انا حاسس ان حياتي بتتدمر انا حتى اقول ايه الكلمة اللي ممكن تكون توصل واحد لكده وحزنت اقوي بس لما تأملت كده لقيت ان فيه ناس كتيرة بيمروا بالحالة دي وزيك الجليس اللي هنتكلم عنه النهاردة عامل زي النار اللي لا تبقي ولا تزر بتحرق كل حاجة قدامي وبتعزي صاحبها وبتعزي اللي حواليه هو جليس حارق ومحترق هو نار كده وعامل زي كرة اللهب كل ما تزدق كل ما تتحرك تشتعل الجليس ده هو ايه العصبية يا انا عارف ان يا طب خلاص ما هنعارفي هتقول لنا يصبروا وهتقول لنا خلاص وكل واحد يمسك نفسه لا احنا لازم نتكلم حتى لو انت تعصبت دلوقتي نتكلم برضو لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل وقال له اوصني قال يا رسول الله اوصني فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردت مرارا اوصني قال لا تغضب كل ما يقول له حضرت النبي يقول له ايه لا تغضب وكايني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الدنيا ما بتبص غير بالعصبية وبالغضب فواحد يقول لي طب ما انا ما يا مولانا ما العصبية دي تطبع فيها اقول له ايه واحد تقول كده فالعصبية يا سيدي عادة بنعتدها بتبرمجنا عليها النفس وبتخلينا نعتد عليها والعصبية شكل من اشكال الادمان اه اه العصبية زي الادمان بالزبط بتظن ان انت مش قادر تعيش من غيرها لحد ما في مرة تصدم بحاجة ممكن يكون فيها ضياع حياتك وتقرر ان انت ساعتها ما تبقاش عصبي يبقى انت ايزا قادر ما تبقاش عصبي وإلا لو انت مش قادر ان انت ما تكونش عصبي حضرت النبي ما كانش قالك لا تغضر فيه ناس بتقول بس العصبية دي طبع ونقل الطبع اشد من ونقل الجبال اشد من نقل الطبع لا مين قال ان العصبية طبع عصبية مش طبع العصبية ليست طبعا يا عبادة الله العصبية احد انواع الاستجابة اللي مصدرها من النفس الامارة بالسوق لما نفسها تقولك ايه اللي حاصل هب في فلان زاه عقله فما فيش انسان بيتولد عصبي بالمناسبة يعني العصبية مش موجودة في فطرتك العصبية مش موجودة في فطرتك حتى لو قلتلي ان العصبية دي ممكن تكون طبع وراثة انا ورست العصبية عن اهل بالمناسبة اي حاجة جينية معناها ان انت قابل لده مش لازم تيحصل لك ده فما تفضلتش تقول ان العصبية طبع فيها كل ده وهم وكل حاجة انت فاكرها طبع ممكن تتغير فستدتنا الصحابة مثلا رضوان الله عليهم لما ارسل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليهم كل هذا الجمال ولما ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم بالواحد امنوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وايه اللي حصل اصبحوا نجوما فقال اصحابي كالنجوم بعيهم اقتديتوا مهتديتوا وبقوا اعلام الهدى وكانوا شوخ وكبار وترعرعوا وعاشوا في الجاهلية وعاشوا في الشرق اللي كان يقول لواحد بم تلاقيه مزك السهم وداله في صدره او واحد ضرب واحد لدرجة ان العصبية بقي منها شوية لما ايه اللي حاصل حد من الصحابة يعير حد يقول له يا ابن السوداء لسه في عصبية فحضرة النبي يخلص على العصبية فيقول له عيرتوا بأمي فاعطقه فاعطقه فايه اللي حاصل فحضرة النبي بيحمله ملاطق ابدا تغير الصحابة فما تسدقش نفسك انه ما فيش تغير لا فيه تغير فكرة ان العصبية دي طبع انساني دي فكرة كمان من الاوهام الانسانية الكبيرة وده معوق للانسان مع نفسه انه يغير نفسه وكمان معوق ليه مع ربه ومع الناس فمع نفسك ومع ربك ومع الناس فكرة ان العصبية دي شيء انساني لا لكن لو قلت يا رب انا عارف انك سبحانك تجليت علي باجمل من هذا وانك اعطيتني اكبر من هذا فساعدني واعني تلقى الاحوال بتتغير تلقى ان انت بقيت هادي هيقولك بس انا ببقى مضغوط لدرجة اني ما بكونش قادر فبتعصب وساعد ما بقى الشايف اللي قدامي لان العصبية هي اللي غالب علي فهل العصبية مبررة؟ العجيب ان كتير مننا لما يبقى مضغوط في الشغل وحصلت حاجة بتخليه يغضب تلاقيه ايه اللي حصل يطول باله علشان لقمت عيشه وعشان كده صعبنا اللي نذكرته في اول الحلقة جاي زعلان 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 ليه؟ لانه ما طولش باله وكيانه ايه اللي حاصل ما قاليش ان العصبية بتاعتي يعني ما كنتش اقدر عليها ده هو قال لي ايه؟ انا زعلان انا ضيعت حياتي ما انا كنت طولت بالي ايه ده وانت تعرف تطولوا بالك وكتير من انا بيطولوا بالهم في الشغل لكن مثلا في البيت لأ تلاقيه بيهد البيت على اللي فيه ويبرر ده انه هو مش قادر مش قادر يتحمل ما هو مضغوط فالعصبية عنده مبررة وهو في الحقيقة قادر لكنه قرر انه في البيت يكون مش قادر وده اسهل غلط بنعمله ان احنا في حتة نكون قادرين وفي حتة نكون مش قادرين خد بقى مبررات العصبية اللي ملهاش اخر بقى من مبررات العصبية فكرة ان فلان هو اللي عصب طب هو انت لازم اي حد يعمل لك اي حاجة تكون الرد فعلي اللي هو عايزه الحقيقة ده من احاديث النفس الامارة بالسوق وما ابرق نفسي ان النفس الامارة بالسوق الا ما رحم ربي الانفعال عرض على فكرة من السبب يعني العصبية دي ده عرض فانت ممكن تتجاوزه وعشان كده الانفعال ده مش غطى بتخبي تحتيه الاسباب الحقيقية اللي انت بتنفعل بسببها وبتخليك تتعصر روح عالج الاسباب الاساسية ما تحطش راسك في الرم خليك صادق مع نفسك وروح عالج الاسباب انت بتنفرعل عشان تغلوش على انك انت مش قادر تغير نفسك ولو كان انفعال مبرر ما كانش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس الشديد بالصرع وانما الشديد الذي يملك نفسه هو عند الغضب فلازم ندير انفعالات وانا بقول اول بند من بنود مش اول بنود من اهم بنود الانسان المتزن ادارة الانفعالات الشخص ما بقدرش يدير الانفعاله وده مش متزن وعلى فكرة الاتزان من اهم علامات الايمان واي اللي حاصل ان انت تكون متزن ده من علامات الايمان الكبرى فالعصبية بتحصل امتى بقى لما تيجي نفسك الان مرة بالسوء تحط لك العصبية في ملف القيم انك عتسكت ليه طب وكرمتك يعني انت قعد دلوقتي في ايه اللي حاصل فواحد قال الكلمة قال رأي انت تسكت كرمتك فتنفعل وتتعصب فاحد يقولك لما مكونش قصدك في ايه اللي يحصل فلما حطت لك الكلام على ملف الكرامة دي اخبس لعبة بتلعب عن نفس كمان من اكتر الاسباب اللي بتدفع الناس للعصبية هو افتراض ان العصبية بتحميهم واذاك ده مشهور اوي 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 واكتر يمكن اكتر الحاجات اللي بيميل اليها المتخصصين فيما تعلقوا بالنفس الانسانية بيقولوا ايه بيقولوا ان العصبية ده نوع من انواع ايه ميكانيزمات او ادوات حماية النفس اللي هو سلفة فنس يعني اداة واسلوب لحماية النفس وعشان كده العصبية فعلا تعالوا الناس اللي العصبية فعلا بتحمينا لا العصبية بتفتح علينا ابواب مخاطر العصبية بتحطنا قدام الناس في احجام صغيرة تخلينا مهددين اكتر فالعصبية بتوترنا والعصبية بتصغرنا والعصبية بتخلينا كمان نهتز امام المواقف فيزداد توطرنا والانسان محتاج الى هدوء عشان يقدر يكون في المكان الصحيح ويكون في امان فالعصبية مش بتحمينا العصبية بتهددنا عشان كده العصبي بيبطل ادمان العصبية امتى لما يحس ان حياته في خطر حياة الاخرين في خطر لان كل مرة بيتعصب فيها بدل ما يحمي نفسه بيكون اكثر تهديدا لها واكثر اهانة لها لحد ما ياخد قرار كفاية كده بقى لازم اقف ولذلك الاشخاص اللي عندهم حساسية عالية اوي او معرفين انا بكلم عن مين الناس اللي عندهم حساسية عالية اوي اوي هتلاقيهم كتير منهم بيعانوا من العصبية ليه لان الحساسية مبنىها التهديد مبنىها الخوف فالشخص الحساس ما بيعيشش في امان الله انا اسف يعني فطول الوقت بيحاول يحمي نفسه ويجيب حاجات تعمل حصنه وتمنعه فإن اللي حاصل فيحس بقى ان هو مهدد من النظرة من الهمسة من السكات وكمان الاشخاص نفسهم زيهم بالظبط الاشخاص اللي بيعانوا من شعور بالمظلومية تلاقوهم دايما منفعلين وانفعلهم ملوش حدود في بعض الناس وخاصة الرجالة بيظن ان انفعلاته العصبية ده دليل على القوة والسيطرة وان الامور under control بس حضرت النبي اللي لهم ليس قوي بالسرع وده كلام غلط ده وهم وهم لازم تعرف انه هو لازم تتخلص منه لان العصبية دي لال على انك انت مش قادر تقاوم الضغط وعشان كده حضرت النبي وصى بانك لا تغضب لا تغضب ليه لكي لا تزل نفسك لكي لا تهين نفسك لكي لا تضعف نفسك فحضرته علمنا ان المؤمن القوي احبوا الى الله من المؤمن الضعيف والمؤمن الهادئ احبوا الى الله من المؤمن العصب فالعصبية يا سادة تحرق الاتزان والاتزان هو مفتاح ذوق حلاوة الايمان فالعصبية بتخليك إيه؟ بتخليك للأسف تأذي نفسك وتهدد نفسك وتهدد كمان اللي حولك طول الوقت فلازم نعرف إن العصبية من السلوكيات كمان وده أخطر وده من أخطر الحاجات في العصبية إن العصبية من السلوكيات المعدية فالعصبية في البيت ممكن تتحول إلى كلة لهب بتحرق كل اللي في البيت هو تعصب هي تعصبت الأولاد تعصبوا فكل بقى عندهم عصبية فإيه اللي حصل؟ وكل واحد مبرره إيه؟ إن فلان هو اللي عصبه ينهر بيض ولزلك إيه اللي حاصل؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع عزيرة ولزلك ما تعودش تكتب على نفسك يعني يجي يقول لي طب أنا مش أكتب على نفس بس أنت عايزنا بقى برد ما بحسش لا ومين قالك إن الشخص في مقابلة الإنسان العصبي مقابلته الإنسان صاحب البلدة مين قالك كده؟ أنت أصدق إنه تبقى عندك بلدة يعني لا مش كده إنك تحاول تدير غضبك وتدير انفعالاتك وتتدرب على ضبط النفس والهدوء ده مش معناه إنك تكون بارد وبليد ده معناه إن انت تكون حكيم لأن معناه إن انت تسكت في الوقت اللي لازم تسكت فيه ومعناه إن انت ما تنفعلش دايماً الهدوء بيبقى لدى الإنسان نبع من السكينة والقوة النفسية والمناعة النفسية اللي جاية من اليقين ومن سند ربنا سبحانه وتعالى والعيش في حمى الله ولذلك لما يجتمع للإنسان اللي لدوء مع الحلم الله سبحانه وتعالى يلهمه الحكمة ويتحكم في قراراته ويتحكم في انفعلاته ولذلك حضرة النبي يقول إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فعلموا أنه إيه؟ يلقن الحكمة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ما من شيء أحب إلى الله من الحلم وقال له أنت فيك صفتين يحبهم الله إيه؟ الحلم والأناه يا سلام الحلم راجل حليم ومتأني وكان حلمه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حضرة النبي كان حلمه إيه اللي حاصل؟ ينقل الرجل من الكفر للإيمان فاكرين اليهودي لما شاف حلم حضرة النبي آمن برسول الله عليه وسلم ولذلك حلمه يوصل لله سبحانه وتعالى وما رأيت شيء يطيب خاطر الناس ويزيل الوجع والحزن مثل الحلم فمن الحلم كظم الغيظ والصبر والسكون وكمان الطمأنينة الطمأنينة اللي جاي منين؟ إن أنا في حضرة مولانا إن أنا في جناب الله ولذلك كلما اتصلت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصبحت حليما يبقى أنت عايز تبقى قريب من حضرة النبي؟ هو حضرة النبي مين القريب منه؟ قال إن أحبكم إلي وإيه؟ وأقربكم مني منزلا يوم القيامة إيه يا سيدي؟ قال أحاسنكم أخلاق مين دولة؟ الموطؤون أكنافة مش العصبيين مش المفعلين مش اللي كل سلكم عريانة الموطؤون أكنافة اللي هم إيه كمان صفاتهم الذين يألفون ويألفون يا على السكون والهدوء وراحة البل لما تقعد مع حد كده هدوء سكون سكينة طمأنينة حلم جمال هو ده طب نعمل إيه بقى؟ عشان نقدر ندير مشاعرنا نقول شوية إجراءات كده تساعدنا إن إحنا ندير مشاعرنا لما حد يسأنا إزاي نحاول ندير بقى مشاعرنا ونتجنب العصبية دي تلحرق كل حاجة الحاجة الأولينية عندنا تلات مستويات على فكرة لحفظ النفس من العصبية حاجة يسمعها الوقاية وحاجة يسمعها الرعاية وحاجة يسمعها العناية اللي هم المنع أمنع نفس من العصبية وادفع عن نفس العصبية وارفع عن نفس العصبية الوقاية اللي هو المنع ما تقولش إن العصبية طبع عندك لكنها عادة لازم تقلع عنها بالرياضة عن تريد بقى عارف العصبية عاملة زي ايه العصبية عاملة زي الوزن الزايد عندك دين فعتتخلص مني مجود اه بس هتتخلص مني العصبية عاملة زي ايه زي حاجات كتيرة جدا 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 انت كنت شاف ان هي ما تقدرش تتخلص منها وتخلصت منها زي ايه زي لما بتتغير وتتجوز وتشوف ان انت مش ممكن تسيب الخمس ساعات اللي بتعوشهم مع صحابك فجأة في البيت تلاقي نفسك عايش والاوقات الحلوة بقت مع اولادك وصحيح بقت تبقى مع اصحابك بس ما حسيت ان ما فيش حاجة نقصتك يعني اه هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه ما تقولش ان العصبية ده جزء من تعريف الهوية بتاعتك غلط 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 وممكن يوصلك الى الحرام انت الله سبحانه وتعالى خلقك في احسن صورة والعصبية مش احسن صورة الحياة التانية بدل ما تروح للعصبية وتفضل ايه اللي حاصل وتفضل غارق فيها وتفضل طول الوقت حاسس ان انت بتأذي نفسك انشغل بتحسين واستثمار مدد الله فيك ونعمة الله اللي فيك بدل ما تفضل غايص وغرآن في العصبية استثمر ونعم الله فيك ده انا والله عندي عندي قدرة على ان انا اعمل استشارات للناس والله انا عندي قدرة بدل ما اعود اتعصب كده ان انا افضل افكر في حاجات مبدعة واكتبها ده انا ممكن اتفرج على حاجات ممكن تزيد الجمال في قلبي ايه ده كل ده اه كل ده تالت حاجة مرة نفسك على ان هو لازم اتتعامل مع الافكار اللي بتخليك تغضب ولازم تحافظ على نفسك وتحافظ على اللي حواليك يعني ايه يعني محدش قال لك ان انت هتقابل كل دايما الافكار اللي انت بتحبها لا هتقابل الافكار تغضبك فلما تقابل الافكار اللي تغضبك هتعمل ايه تتدرب بقى لما تقابل الافكار ان انت تغضبك انا واحد من الناس تدربت على ده لما قابل للأفكار اللي تغضبني اللي هيحصل أفكر فيها بطريقة مختلفة إيه ده طب هي بتغضبني ليه طب ما ده فكري إنسان طب ما أفكر فيها بطريقة مختلفة فما بقيتش أغضب فالشخص التاني اللي كان منتظر إن أنا أغضب قال إيه ده هو أنت بقيت طيب لأ أنا كل حكام أنا بس بطلت أغضب بطلت أبقى عصبي فبمجرد ما تركت العصبية بقيت حاولت عند هذا الشخص إلى إنسان طيب التاني حاجة بقى الدفع تعالوا نشوف شوية الدفع يا هو إن أنا أرعى نفسي بقى عشان ما أقعش في العصبية أعمل منبه لنفسي أول إجراء لازم أعمل منبه لنفسي لما أغضب إزاي ألوذ بالله سبحانه وتعالى ليه طيب هو فيه منبه هتلاقي إيه هتلاقي بقى فيه ارتعاش في ارتفاع في درجة الحرارة آه كده أنت منبه ابتدى يشتغل على طول أروح قالي على إيه أرمي نفسي على عتب مولاي سبحانه وتعالى وأقولي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي أو لما تحس أنك هتبتدي التعصب تقول إيه يا الله عشر مرات يا الله بس بهدومة لا شيء إيه يا الله يا الله يا الله أنت كده بتقوله إيه أنت بتزود إيه بتزود الانفجار يا الله يا الله يا الله أنا عارف أنتوا وكأنكم حستوا بالهدوء دلوقتي كمان من الإجراءات المهمة الإجراءات التانية في مسألة الرعاية غير وضعيتك لو أنت واقف وعد وارتاح عشان النار اللي جواك تهدى لزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أن احنا نتوضع لأن الغضب نار والنار يطفيقها الماء الحاجة التالتة العناية بقى أن أنا أرفع أثار الغضب أول حاجة أن أنا أزلها عشان أتخلص من أثار العصبية الاعتزار اللي أنا أسأتله فترفع الأثار السيئة التي وقعت من جراء الانفعال ودوة يدخل فيها قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات والحياة التانية بقى اللي في العناية أننا صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تبرد القلوب صلاة الإبراد صباحا ومساء أنا ممكن كمان أعمل إيه؟ أقول الصيغة دي اللي تبرد قلبي أقولها في الصبح وفي المساء عشان قلبي يبرد أقول اللهم صلي صلاة كاملة على من بيده بردت نفس عبد من عبادك اشتعلت بنار الغضب وأبرد نفسا من نفوس عبادك اشتهلت بنار الشهوة وأبرد نفسا اشتعلت بنار الانتقام فيا من جعلته بابا من أبوابي البرد على قلوب المحترقين أبرد قلبي بالصلاة عليه من ناري ظني وسوء مشاعري يبقى الحاجة دي الأخيرة دي لو بتعملها هتشوف النعمة والحاجة دي لو حد من أحبابك بيتعصب بسرعة تجنب أن أنت تقترب من السرك العياني اللي عنده لما يكون بيتكلم وابعد عنه وانتظر لما يحصل تبريد والحاجة دي اسمها التبريد انتظر وقوله كلام حلو وكلام حسن عنه لأن دوة اللي يبرد مشاعره فخيره فخير الناس الذي يبدأ بالسلام فخير الناس الذي يبدأ بالتبريد برد مشاعر اللي حواليك عشان تخلصهم من العصبية ووحدة ووحدة انت كمان هتلاقي قلبك بيبرد وتحس ببردي الطمأنينة وأنك في حضرة مولاك وساعتها تذوق حلاوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب واجيب دعوة الداعي إذا دعال وتحس ببرد الأمان والسكينة والطمأنينة التي جاءت من حضرة الرحمة يا سادة فاصل ونرجع تاني نلتقى بحضرتكم عشان نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بتنتقى عليها أسئلتكم المبركة ويفضل الجسر موصول بيننا وبينكم وبين مجالس النور مجالس حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويفضل كمان السر بيننا وبينكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضل توفيقه سبحانه وتعالى بفتحه وبركته علينا يا رب العالمين أول سؤال وصلنا سؤال بيقول منذ بدأت أدرك في حياتي وأنا أرى خلافات أبي وأمي وحتى كبرنا الآن هي مستمر أبي عصبي جدا لدرج لا يتيح الفرصة لأحد أن يشرح أو يفسر ولا يقبل أي رأي غير رأيه في الأغلب سبب معظم الخلافات إن أبي بشك يشك في أمي يشكك في أمي وقسما برب إن أمي شريفة عفيفة يا الله لا ترى إلا مصالحنا ونحن فقط إذا تحدثت في الهاتف شخط شخط افتح السبيكر وإذا رن الهاتف مين بيتصل ها قد شاب شعرها وهي على نفس الحال تتحمل الإهانة والظلم وقلة الاحترام فماذا تنصحنا يا فضيدة الشيخ ما رأي الشرع والدين في حنة أتبقى أمي متحملة للإهانة والظلم بدون سبب أم ترحل لبيت أهلها ممزقة لمنزلها لا يا شيدي بس أنا معجب بكتابة حضرتك حضرتك أو حضرتك أنا معجب بهذه السياقة لو بتسألني المسألة بسيطة إحنا كنا لازم ننتبه من أول خالص لو إن والدك بيعمل كده على طول وبيشك في أي حاجة أو كده والدك محتاج دعم طبي يعني استشارة نفسية وقد يكونه محتاج جلسة إرشاد زواجي مع حد بيعرف في النفس الشوية في علم النفس الشوية ليه؟ احتمال كبير يكون والد حضرتك بيعاني من إيه؟ بيعاني من حالة معروفة أو 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 أوي وهو استصحاب ترومة حصلت له في الماضي إنه هو شاف حد خان حد أو إنه هو شاف حد بيتخلى عن حد يعني مش لازم يكون في خيانة ممكن يكون في تخلي يعني شاف حد من أسرته في إطار الخلات في إطار العمات حتى في إطار الأب والأم الزوجة فيها تخلط عن زوجها فبيبقى ده في الحقيقة الباعث الأساسي ليه؟ طبعاً فيه بواعث كتيرة لكن ده من أهم البواعث اللي بتحصل الإنسان يحس إن زوجته هتعمل كده ما بيبقاش السبب فيه إن الزوجة آآ مش شريفة وذلك حلفانك على إن أو حلفانك إن والدتك ست شريفة بلا شك لكن والدكم أنا عايزكم تنتقلوا من مربع الغضب منه اللي ممكن يوصلكم للانتقام إلى مربع المشفقين عليه المشفقين عليه إنت متعرفش إحنا بنتهزى وبنتعرر للمهانة وبنتعرض إن إحنا نتفتح من كتر اللي بيعملوا مع والدتنا صح لإنه ممكن يكون عنده وسواس قهري ممكن يكون عنده هلاوس إيه ده؟ ممكن كده؟ طبعاً فأنا دايماً بقول للناس لازم تتعاملوا مع المرء مع بعض الأشياء والاضطرابات النفسية زي ما بتتعاملوا مع الاضطرابات الجسدية محدش بيجي يقول لحد في بعض الأحيين أنت والله إيه راجل ما عندكش إيمان عشان القولون بتاعك بيوجهك أنا عايزكم نتعاملوا مع والدكم كده لأن واضح جداً 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 إن المساحة اللي هو موجود فيها دي مساحة التراب نفس ممكن تتحل إذا لا أحد يفهمه ويساعده أنه يتخلص من ده فممكن ده يحصل في جلسات العلاج الزواجي أو يحصل في جلسات العلاج النفسي ده أول حاجة بنصحكم بيها النصيحة التانية التفوا حواليه حسسوا بالأمان لأن في الغالب اللي بيحصل ده لي بيكون لما يحصل لما يحس بالتهديد وإنتوا لو حسستو بالأمان هو هيتغير تماماً فأنا رأيي تاني حاجة التفوا حواليه وحسستو بالأمان التالت حاجة والدتك تعتبر إن الكلام ده مش موجود أصلاً خالص إزاي ما تعتبرش بكلام جارح والأسلوب ده مهين وساعات بيسمع حاجات ما يجيبش إن هو يسمعها وسعد بيتلكك واخد كلام وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا رسول الله إنهم يزمونك فرسول الله قال لهم إنهم يدعون مذمماً ولست مذمماً ولكني محمد فهي تقول هي مش هي المقصودة التالت حاجات دولة اللي تعملوا هيهدوا الدنيا خالص بجانب إن إحنا زي ما قلنا في الأول خالص هو قد يكون محتاج إن هو يزور طبيب طب مين اللي هيقنعه بده ده إحنا لو قلنا له كده الدنيا تخرب ولا حاجة نشوف حد لطيف يوديه لدكتور بيعرف يتعامل مع الحالات دي وصدره واسع وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرم وتبقى كل حاجة بالخير إن شاء الله السؤال التاني يقول ما حكم أن يكلم الخاطب خطبته في الهاتف مع الالتزام بدوابط الخطوبة طبعاً يعني يقصد دوابط الخطوبة إنه يتكلموا بمعروف يجوز إن يتكلم الخطيب مع خطبته وبرضو بعض الأحيين ببقى مش قادر أفهم الناس بتجيب منين إذا كانوا الناس بيتعاملوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض فلما يتخطبوا إيه اللي حاصل يمنعوا كل الأسليب اللي هو المفروض بتساعدهم على إنهم يتعرفوا على بعض مدامت فيها أدب والتزام وما فيهاش أي تجوز حد يقول لي ما فيه خطوبة فالتجوز بيبقى أكثر وبيبقى سهل إحنا ليه بنفترض دايماً وليه بنتعامل مع أولادنا على إنهم والعزو بالله غواء وضلين وفجار ما يتعامل مع الأولاد بطريقة أفضل من كده شوية ولذلك أنا شايف آه يجوز أن يتكلم الخاطب مع خطبته بالمعروف يعني إيه بالمعروف ما يتكلموش بالكلام مش بس ما يتكلموش مع بعض بالكلام اللي هو حرام لا يتكلموا بالكلام الذي تعرف عليه الناس إنها بتحاول تتعرف عليه وتتعرف على صفاته وهو بيحاول يتعرف عليه وتعرف على صفاتها مش إنهم بيحاولوا بقدر الإمكان إن فيهم حد يغوي التاني فالتاني يستسلمن لغويته ده لا كلام ده مصصحيح واضح فالحكم الحكم اللي ده جائز ما دمنا نلتزم بالكلام وينتزم بالمعروف ان شاء الله السؤال التالت بيقول ايه ازاي حضرتك يا شيخ انا متابعة حضرتك وسمعت حضرتك وانت بتتكلم على القرد وانا جوزي الحالة المادية على قده ومش عارف يجيب غرفة نوم ومتجوزين قريب ومفيش حد يساعده ولا والده ينفع نجيب قرد اه ينفع ان انتو تشتروا ان تشتروا سلعة بهذا التمويل ساعتها مش هيبقى قرد هيبقى تمويل التمويل فيه تلات احوال واضحة فيه تمويل شراء سلعة وتمويل خدمة وتمويل مشروع التلاتة دولار سمهم تمويل اذا اخذ المال عشان يشتري السلعة دي فده نوع من انواع التمويل وعليه يجوز بدا احنا ما عندناش ده ان احنا نعمل الكلام دوت من غير دايما بركز مع الناس بلاش التوسع الشديد دوت في الاقتراض اذا كنتوا هتعملوا ده وهتسيروا في هذا الاتجاه اه يجوز ويكون هذا حلال ومن قبيل التمويل وليس من قبيل وليس من قبيل ايه وليس من قبيل القرد الذي يجروا نفعا فيكونوا حرام السؤال بعد كده انا متجوزة من 17 سنة ومنفصلة من 10 سنين ومش مطلقة وكان بيشرب مخدرات وانا عندي طفلين في سن مراهقة وعايشة بنفقة 500 جنيه انا عاوزة اتطلق وهو مش راضي عشان ما يدينيش حقوقي وهو مطلق شفوي اعمل ايه تضغط عليه لغاية ما يسأل على حكم الطلاء اللي هو اتطلقه ده تضغط عليه لغاية ما ايه ما هي نعرف حكم الطلاء اللي اتطلقتيه ده وبعد كده اتضغط عليه عشان يترك المخدرات اما وان حياتك بقى ابتدت تضيع وحس ان انت دخل في عالم والعاذ بالله عالم يفسد حياتك ويفتنك ويخليك في هلكة لا يا بنتي لابد ان انت الاول بس تتأكدي من ده تتأكدي ان هو الشخص تتأكدي من حكم التلفظ اللي تلفظ بيه بالطلاق ده وبعد ذلك تقيسي بقى بقائك معاه هل بقائك معاه معه ليه بقول كده لان لما بتدخل المخدرات على الخط واشوف حد وهو بيتعطى مخدرات وما عندوش مشكلة ان يطلق مراته عشان المخدرات احتمال كبير ان احنا وقعنا في الادمان والادمان مش كل الناس تقدر تستحمله مش معنى كده ان انا بقول للناس تخلوا عن المدمنين ما حصلش لكن بقول ان في ناس يدخلوا في قوله قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعه مش هيقدروا يتعاملوا مع فكرة الادمان ولا يقدروا يتحملوا تبعات الادمان مع المدمنين فإن اللي حاصل لما يجي حد يسألني ويقول لي انا مش قادر اقول له ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعه لكن انا نصحت دايما بقول للناس اللي حوالين المدمنين سعدوهم بس اهم حاجة تكونوا بتساعدوهم مش عشان يفضلوا مدمنين ولكن تساعدوهم على ان هم يخرجوا من ده فيكون دايما مساعدتكم ليهم وهم عارفين ده مشروطة بان هم ايه من ان هم يسعوا الى التخلص من الادمان لان ساعة ما المدمن حد بيساعده وهو عارف ان هو هيساعده على كل حال هيستمر في الادمان لكن لو المدمن حس ان حد بيساعده عشان يتخلص من ادمانه بيبقى عنده حافزية ويتخلص من هذا الادمان ولذلك نصحتي الوقفة الاولى نعرف انت مطلقة ولا مش مطلقة الوقفة التانية ها تذهب وتتعالج من الادمان ولا لان واضح ان هو بيشرب مخدرات وانت وصلته الى ده طيب انت بتكلمي على مسألة النفقة بعد كده عنيجي وبعد ما يشتغل على نفسه ويتخلص من مسألة الادمان دي وتخلص من مسألة المخدرات ما ما نصحش حد ابدا ان يكون مع حد بيشرب مخدرات ويتغافل عن الموضوع ده اوقعوا تتغافلوا عنده عارفين ليه لان اي حد بيتعاطى المخدرات وانت بتتغافل عن دي هيجي في واحد والموضوع ايه يفرع في وشنا كلنا لما يوصل الى حد الادمان فلازم ان يبقى فيه وقفة اي حد عنده اي حد بيتعاطى المخدرات لازم نوقف قدامه وقفة ومنسيبش مسألة المخدرات دي كده ليه لان هذه المخدرات زي بالضبط الخم ام الكبائر بتفتح كل ابواب الشر وهو هتقول لي ان فيه مخدر ايصر من المخدر كلها فساد والعزبالله كلها شر وهو هتقول لي ان فيه مخدر مفوش ادمان كل الكلام ده كد يعني انا بس اعلاك عن حيات كتيرة ما زجت في المخدرات دي لان المخدرات دي اللي بتخليك تاخد خمسميت خمسميت جنين افقا هي اللي بتهدر موارد البيت هي اللي بتفسد الحلاقة الزوجية هي اللي بتخلي الرجل ما عندوش اي حافزية وتحس كده ان الشخص اللي باخد مخدرات قابل المهانة والاهانة والزل بطريقة تحس انه ايه ده ده مش هو ده الشخص اللي كنا نعرفه قابل تعاطي المخدرات وعشان كده يبقى واقفة نعرف حكم الطلاقة اللي تم ايه واقفة تاني انتناعنا المخدرات ولا لا انتناعنا المخدرات تعال بقى نحط نظام لهذه الأسرة ونتخلص من كل تبعات ومن كل الاثار السلبية لهذه المخدرات السؤال بعد كده بيقول زوجي كويس معايا ولكن عنده مشكلة كبيرة مش بيعرف يعبر عنه شعره وعصبي جدا ولو حصلت اي مشكلة يسيبني اعيط رغم اني قلتله كتير ببقى محتاجة جنبي وبيبقى محتاجات جنبي وانا منهارة بس مش بيعمل كده ايه الحل الحل في الحقيقة ان في الحالات اللي زي دي بيبقى الشخص محتاج شوية الارشاد الزواجي ليه بيبقى محتاج الارشاد الزواجي لان كثير من الرجالة عندهم شوية حاجات كده هو لازم تتغير منها انا طبع كده وما بعرفش عبر عن مشاعري وانت تجاوزتيني وانا كده اه لا مفيش الكلام ده ما انت بتعرف تعبر عن مشاعرك لما تكون بتقعد مع اصحابك او بتقعد مع حدي تاني او بتقعد مع زملتك في الشغل انا اسف يعني والحقيقة انت بتعرف تعبر عن مشاعرك بتعرف تعبر لها عن على اني زوءها كويس بتعرف تشجعها مثلا بتعرف تشجع زملتك في الشغل وده لا يجوز لا يجوز ان انت تعمل ايه ان انت تهمل زوجتك لان انت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرك واناك بتعرف تعبر عن تقديرك وامتنانك واحترامك فبلاش وهم ان انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري مسألة سهلة ما بتعرفش يا سيدي اتعبر عن مشاعري وانا اعتبر ده مرض ايه اللي حاصل ما انزل الله داءا الا وانزل الله دواء دي ليها دواء وليها تدريبات ان انسان بياخدها عاملة كده زي العضلات الليسان ده زي العضل بنتدرب فيه على التجويد وبنتدرب فيه عن التعبير على مشاعر كل يوم تتدرب على ان انت تعبر عن مشاعرك لزوجتك طب يجي يقول لي طب وليه ليه المخمضة دي ولا مخمضة ولا حاجة ده واجب شرعا ده واجب شرعا واجب شرعا على الرجل ان هو يعبر لزوجته عن ان هو ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة فتعلمنا ان هو لازم كل واحد فينا يعبر عن مشاعر رسول الله الرجل قال له اني احب فلان قال اخبرته قال لا قال اذهب فاخبره روح وراه اخبره واحنا عندنا قوله تعالى وقوله للناس حسنة والتعبير عن مشاعر هو القول الحسن فانت ما عندكش اختيار ان انت ما تعبرش عن مشاعرك يا سادة من الواجبات الزوجية التعبير عن المشاعر هذه من الواجبات الزوجية واجبات زوجية على الرجل واجبات زوجية على المرأة واجبات زوجية على الزوج والزوجة لازم كل واحد يعبر عن مشاعره طب ليه كل واحد لازم يعبر عن مشاعره لان في الحقيقة التعبير عن المشاعر احد المعاني التي تحت عنوان المودة والرحمة ولذلك احد كمان المعاني التي تجعلنا نمتصل لامري تعالى وعاشرهن بالمعروف فالذي لا يعبر عن مشاعره هو لا يعيش بالمعروف واي حد عقله بيقوله مش عقله اللي بيقوله النفسه الأمره بالسوق بتؤمره بالسوق وتقوله ايه هي عارفة مشاعرك مش لازم تعبر لا لازم تعبر مش لا لازم تعبر لازم تعبر ده واجب شرع يا سادة لا تفتنوا اهلكم لا تفتن زوجتك زوجتك ولا تفتني زوجتك عبروا عن مشاعركم هذا امر ربنا سبحانه وتعالى جعله امرا حلالا يطيب القلوب ويفتح ويشرح السدور ويكبر الخواطر فاتقوا الله يا سيدي ايها الكريم انت ان جبرت خاطرها بكلمة حلوة كنت تفعل ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم والكلمة الترئيبة صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا واللقمة ترفعه الى في زوجتك صدقة فاتق الله وعبر الله عن مشاعرك وبطل عصبية العصبية دي لن تفيدك ولن تجعلها تشعر بانك رجل ولكن ستجعلها تشعر بانك ضعيف العصبية العصبية هم رهما قوة انسان ولكنها خصمت دائما من محبتي في قلب من يعامله يا رب واجعلنا الصواب والرشد واجعلنا يا ربنا طيبين مطيبين واجعلنا يا ربنا وقد كتبت أسماؤنا في أهله الطيابة لكي نكون ممن قبلتهم يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين الطيبين يا رب العالمين واجعلنا ممن يخرجون من بواطن أحبابهم أحسن ما فيهم وهو نظرتك إلى قلوبهم بالجمال يا جميل جمّل ألفاظنا واجعلنا نجمّل قلوب أحبابنا بمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين